في حلقة اليوم سأقدم لحضراتكم بعض الطرق الطبيعية التي يمكن بها التخلص من أوجاع المفاصل أولا خفف آلام المفاصل بورق القرومب إن المفاصل المؤلمة كمفصل الرجبة يمكن مداواتها بالوصفة التالية خذ ورقة من القرومب ثم سلقها بالبخار حتى تطرى ثم دهن المفصل بكمية من زيت الزيتون ثم ضع عليه ورقة القرومب الدافئة ضمدها في المكان بقطعة نسيق سميك أو فوطة للاحتفاظ بالحرارة يمكن تكرار وضع ورقة أخرى بنفس الطريقة بعد مضي ساعة ثانيا خز بنصيحة دكتور جارفيس وهو أحد رواد الطب الشعبي الغربي ينصح في علاج وتخفيف أوجاع المفاصل بتناول خل التفاح وعسل النحل وذلك على النحو التالي يأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين من العسل النقي ومن خل التفاح المذاب في كوب من الماء الدافئ قبل كل وجبة طعام ولا تنصح هذه الوصفة لمن يعانون من القرحة أو الارتجاع أو الحموضة ثالثا كل غضاريف الحوت إن أكل الهياكل العظمية مفيد لمرضى أروماتيزم وأرومطايد على وجه الخصوص يوفر كذلك الوقاية من هشاشة العظام لاحتواء العظم على نسبة عالية من الكالسوم والمغذيات الأخرى النافعة للعظم ولكن أي عظام تؤكل؟ كل الهياكل العظمية للسردين المعلب وتناول مطحوم عظام النمور وهو يوجد في صورة مستحضرات طبية وحديثا اكتشف الباحثون أن تناول غضاريف الحوت يخفف من أوجاع المفاصل عند حوالي 70% من مرضى التهاب المفاصل أو خشونة الغضروف وعند حوالي 60% من مرضى أروماتيز المفصلي ولذلك أنتجت بعض شركات الدواء أحد مستحضراتها من غضاريف الحيتان مثل كارتيلد وتأخذ عادة بمعدل 3 جرعات يوميا قبل وجبات الطعام السلاس بحوالي 15 دقيقة وتحسب الجرعة اليومية المناسبة حسب قيمة وزن الجسم عادة ما تكون بمعدل 1 جرام لكل 15 رطلا من وزن الجسم رابعا داوي مفاصلك بالأعشاب البحرية إن اليابانيون قلما يصابون بالتهابات وأوجاع المفاصل من ضمن أسباب ذلك اعتيادهم على تناول الأعشاب والطحالب والحيوانات البحرية عموما تحتوي الأعشاب والحشائش البحرية على مغذيات مفيدة لحالات التهابات المفاصل خصوصا مرض أروماتيز أضف هذه الأعشاب والحشائش البحرية إلى الأحسية والسلطات مثل ما يفعل اليابانيون تناول مستحضرات الأعشاب البحرية التي توجد في صورة حبوب وبضرة وتأخذ البضرة بمقدار نصف ملعقة صغيرة على كوب من الماء الدافئ وهذا مساء قبل النوم